جدد وجهاء وشخصيات من حضر موت وعدن ولحج موقفهم الكامل ودعمهم للمطالبة بالكشف عن مصر المقدم علي عشال الجعدني وطلب الوجهاء والنشطون بضرورة محاسبة الجناة وإزاحة رموز سلطة الأمر الواقع في عدن وسرعة الكشف عن المخفيين قسرا من مختلف المحافظات قالت أسرة المخفي قسرا المقدم علي عشال أن سلطة الأمر الواقع في عدن ستجبرها على الانتقال إلى خطوات تصعيدية أخرى خارج إطار الاعتصامات والتظاهرات وشهدت أسرة عشال بكل المتضامنين والمؤازرين لقضية أجلها ولجميع المخفيين قسرا في سجون عدن وكان المشاركون في الفعالية أكدوا على استمرار مخيم الاعتصام السلمي حتى الكشف عن مصر المختلفين قسرا مشددين على التزامهم بالوقوف جنبا إلى جنب في هذه المرحلة والسير معا نحو تحقيق العدالة واستعادة الكرامة للمختطفين ولكل أفراد المجتمع